في الوقت هرسم على الصبورة مخططة المعرفة وهوريكم لو احنا هنصنع طابلة زي ما قرنا في النص ازاي هننظم تفكيرني اول حاجة احنا الوقت هنعمل مخططة المعرفة هنرسم المخطط بالشكل ده هنعمل مربعة في الاول هنكتب فيه علبة من الورق المقوعة والمقصود بالورق المقوعة يعني ورق جامت شوية مشطاري علشان يقدر يساعدني وانا بنفز القلة بتاعتي بعد كده هنعمل مربع هنكتب فيه طابلة اللي هي القلة اللي انا هصنعها بعدها هنطلع منه ثلاث مربعات هنكتب فيها الادوات اللي انا محتاجها يعني انا محتاج علشان اصنع الطابلة محتاج باللون ومحتاج مقص وكمان محتاج شريط لاصق انتو كمان فكروا واستخدموا مخطط المعرفة زي اللي انا عملته ده علشان تنظموا افكاركم بس انا دلوقتي هسألكم اسئلة تساعدكم وانتو بتفكروا يا ترى ايه الحاجة اللي كان مفروض تترمي بس انتو لقيتوا ان ممكن تعيدوا استخدامها بشكل تاني افضل واحدة من تلاميذي في الفصل قالتلي ان مامتها ساعدتها يبحثوا في الانترنت على اشكال فنية مختلفة يصنعوا منها قصصات الورق اللي كان هيرموها وفعلا عملوا نشاط جميل جدا لونوا الورق وعملوا منه اشكال فنية جميلة طيب هسألكم سؤال تاني دلوقتي برضو هساعدكم وانتو بفكروا في الادوات اللي ممكن تحتاجوها وانتو بتصنعوا الالام الموسيقية السؤال بيقول لو احنا استخدمنا ازازة بلاستيك كنا هنرميها وقصناها علشان تبقى كأنها حود للزرع هنحتاج نعمل فيها ايه؟ هنحتاج نعمل فيها ثقوب زي قصاص الزرع طيب ايه الادوات اللي هنحتاجها؟ وهل هنحتاج مساعدة من حد اكبر مننا عشان نقدر ننفذ الفكرة دي؟ زي ما شفتم من شوية وانا بعمل مخطط المعرفة كتبنا الادوات اللي هنحتاجها لازم وحنا بنخطط نفكر في الادوات اللي ممكن نحتاجها ايه؟ انا فكرت اننا هنحتاج آلة حدة علشان نقطع بها الازازة واكيد في الجزء ده هتحتاجه شخص كبير يساعدكم لو نفستوا الفكرة دي كمان هنحتاج خيط او شريط نعلق بيه الازازة بعد ما نحولها لحط زراعة اخر السؤال ده هسابكوا تفكروا فيه يعني ايه انك تكون صديق للبيئة؟ وايه اللي امتى ممكن تعمله في البيت علشان تكون صديق للبيئة؟ يلا بينا دلوقتي بعد معرفنا ازاي نعمل مخطط المعرفة وسألتكم اسئلة تساعدكم في التفكير نبدأ نتعرف على خطوات تصميم الآلة وزي ما احنا تعودنا طالما هنبدأ البحث والتصميم يبقى لازم نحط خطة نمشي عليها يلا بينا تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن ترجمة نانسي قنقر